ثلاثة اثنين واحد يا أهلاً وسهلاً ومرحباً علي أسلوه هذا المغامر حياك سؤال فضل سيد كم بلد سافرت سافرت أكثر من مئة وستة وتسعين أو خلال نقول مئة وخمسة وثعين وجهة حول العالم يا إلهي إذا قلنا دولة يعني يمكن تكون قرابة مئة وسبعة وربعين مئة وثبعة وخمسين مثل إذا قلنا وجهات بيكون أكثر بكثير يعني أهلاً وسهلاً إياك الأماراتي المغامر المؤثر والمؤثر بعد مؤثر الله أكبر يمكن ترى أنت دروب هي فكرتك وحتى الكنسيبت أعت هو شغلك نعم غير أنه هو تقديمك نعم لتسع مواسم الآن تسع مواسم ماشاء الله الله يحفظ ماشاء الله ماشاء الله خيلة إليها تسع سنين تقريباً والموسم العاشر اللي هو السنة القاتمة إن شاء الله هذا يعني ذال الله أحيانا إن شاء الله علي ما هذا الشعور اللي عندك عندما تسافر حول العالم عم تقابل يعني أطياف مختلفة من البشر عم تقابل الفقير والغني يلي بيعرف يحكي ولي ما بيعرف يحكي يلي ما نشايف حدا ولي شايف العالم نعم ما هذه الحالة الغريبة اللي عم تعيش فيها يعني كيف فيك اليوم أنت تبدأ أنت تصنف البشر قابلت العالم كلها من شرقها لغربها والله أي والله كثير عندك خبرات كثير ما شاء الله حولك يعني أنت سافرت الكرة الأرضية كلها قابلت الأصناف وأجناس البشر كلها اليوم إذا يأتي يسألك عن البشر نعم كيف فيك تصنفهم هو سؤال جميل جداً صراحاً أولاً أنا يعني الآن بعد تجربة الحياة يجب أن نحدد المفاهيم عشان أقدر أكون أنا الشخصي يستطيع أن يصنف البشر يعني يمكن ليس أنا الشخص الأصح لكن كل إنسان له زاوية معينة أحياناً تجبره وأحياناً توجها إلى طريق معين ترشد الأقدار من الله سبحانه وتعالى أن أنت لا تدخل في هذا الطريق الآن أنت شو تسوي في هذا الطريق يرجع إليك وطريقة تربيتك وفكرك وهدفك اللي أنت حاط لنا جداً من البداية أنا كتكويني من دولة أمارات العربية المتحدة نشأت وكبرت بوجود 200 جنسية وجالية معي صحيح فأنا ما كان عندي صعوبة أني اللي ما أشوف شخص من الهند أو من أستراليا أو من أمريكا أو من سوريا أو من جنوب أفريقي ما عندي مشكلة تعايشت معهم في بلدي فأنا أشوف لكن واقع أحوال هؤلاء البشر اللي في وطني هو مختلف تماماً عن واقعهم في بلادهم صحيح والظروف التي حكمت عليهم أن يأتوا إلى وطني مختلفة عن اللي موجودين في بلادهم فاللي اكتشفت يعني بعد هذه المرحلة أن نحن لسنا في يعني هذا وجهة نظري نحن مش في قرية صغيرة مثل ما الكثير الناس تردد العالم شاسع وكبير وواسع ومتنوع لا تتخيله ومتنوع ويعني إثبات لوجود الله والخالق سبحانه وتعالى ما في واحد يشبه الثاني رغم أنه في مئات الآلاف من البشر مولودين في نفس الدقيقة وفي نفس الساعة وفي نفس الثانية لكن أقدارهم مختلفة فاللي قاعد أشوفهم أو أصنف البشر بأنهم يعني الله سبحانه وتعالى جعل في تنوعنا عبرة وكان واجب علي كإنسان مسلم عربي من دولة الإمارات أني أتأمل في الآية الكريمة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الله سبحانه وتعالى قاعد يرسخ ويؤكد معلومة نحن يمكن تجاهلناها أنه نحن من نفس الأب ومن نفس الأم فإذا تصنيفي الأول لهم أخواني 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 لا أرى أي اختلاف أبداً أنت أخوي بس يعني من بعيد وكذا وأنا ما شفتك لكن هذه بدأت معاك من أول سيزن لا هذه بدأت من يوم أنا أصغر لأن والدي رحمة الله عليه كان أساساً هو من مؤسسين كشافة دولة الإمارات ومن خلال تعامل أنا سفرت مع والدي أكثر من 47 دولة فأنت متعود أنا متعود على فكرة أنني أقابل ناس مختلفين وكوني أيضاً أحب الرياضة فكان عندنا ناعبين محترفين فنأخذ نعطي فكان تربيتنا كمسلمين أخواني هذا أخوك كيف هذا صيني قاعد يعلمني تنس طاولة أنا ألعب تنس طاولة فهذا كيف أخوك هذا صيني شكله غير يأكله غير كل شيء لكن أخوك إنه أخواني لكن هناك اختلافات عن الدينية وغيرها ما أصعب شيء حسيته لما تشوف أنت شخص مختلف عنك لا تشعر بصعوبة بالتواصل معه ما تكون من طرفه لا طبعاً فريق العمل كان دائماً يعني يقول لي يقول لي كيف قد ترشي تتكلم معه أقول لهنا تأتي ما يسمى بالملكة هناك ملكة الله سبحانه وتعالى قد يعني حباها وهبها إلى بعض البشر كي يكونوا أنا في نظري هكذا أرى أنهم يكونوا مثل الجسور حتى يبنوا هذا الجسر ويأتي من بعد مناس تتفاهم وهكذا فعل أهل المنطقة العرب عندما كانوا يسافرون وكانوا يعني يقدمون على عمل وتجارة كان هم يقدمون بطريقة أو أخرى الدين أو غيرها أو التعامل وغيرها ففي جسور بنيت فإحنا بعضنا اللي حظى بفرصة السفر واستطاع أن يصل إلى الآخر فهو الآن قد حظي بفرصة عظيمة وهي أن يبني ذلك الجسر أنا من طبيعتي أساساً أصلاً اجتماعي صحيح أن طوي كثيراً مع نفسي لأنني أحتاج إلى هذا الخلوة يعني أحتاجها لكن جداً طبيعي أني أدخل مع بعض بل في دروب كثيراً طبعاً دروب هذا أصلاً قصة يعني لو أقولك كيف نصورها وكيف يصير يعني نحن قبلها أنا أكون شغال أبحث عن الأشخاص أرسل ناس يوافقوا على دخولي وعندي شروط معينة كيف أني أصلت على هذه القبيلة أو كيف أني أصلت على هذا على هذا النوع من المهرجانات وغيرها وبعد ذلك عندما أصل أتعامل معهم أتعامل معا أول شيء أشوء بالإشارات وبعدين أبدأ أتكلم وأخذ وعطي وفي كثير من دروب أنا كنت أتكلم لغة البلد أتعلمها قبل وأجهز نفسي صح وأستقبل وأنا شوية شاطر في هذا الموضوع يعني كل واحد يعرف قوته أنا منع بسرعة أقدر ألقط اللغة بسرعة تك 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 أوكي فهمت وأبدأ حتى لدرجة أنا لا أحد يكلمني أنا في أي مكان في دبي أو بهذه الساعة أقول نعم بالروسي أتلخبط ساعات وأقول أنا 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 يعني لا بالكوري تصير حتى مع أطفالي ساعة تصير معاين هذه الشغرة لكن الفكرة بأن هؤلاء البشر تصنيفهم أخواني أخواتي ولكن ولكنهم لهم شيء جميل مختلف عني طبعا الآن المشهد شخص أمامك قاعد يأكل قطعة كبد صحيح أنا راح أقرف وراح لا لا أنا أنا لا أرى أبدا لماذا الله سبحانه وتعالى موجود مختلفين أعداد مختلف لكن أيضا هنا تصير نقطة نظام عندي البعض يرى بأن دعنا نقول كلمة التسامح أو كلمة التآخي أو كلمة كذا المفوض أنها تنفي فكرة المواجهة لا أنا لا أعن فيها أنا بعد ما أخلص معا وأيلس معا وأخذ وعطي معا ترى هو يسألني لذا لديك أربع أخوات شوف هو عنده هذا نظر عمي هو بفكر أي شخص عربي عنده عندك أربع أخوات أمور هو عنده ثمانية هو عنده ثمانية هو يقول لي أنا أقول لي لا لا طبعا نحن أريد ولكن لا يعني ليس لدي لا لكن لا لا فنبدأ هنا في المواجهة أجد إن من واجب الإنسان الذي بنى الجسر أنه ما يخاف يعني ما تتميع تذكر معي بالعشر سنين الماضية ما صار معك مواقف عنصرية من البشر لا طبعا صار صار أنا ألبس الحمدانية الإماراتية العصامة وأذكر كنا في بلد أفريقي جميل جدا ودخلنا في السوق كان معي بعض الأخوة حتى المؤثرين معروفين في وجههم تحية أخوة حمد الشامسي خطأ والأخ كانون كندي ودخلنا في سوق وأنا من نوع طبعا أراقب يعني أعرف وعنده طبعا أنا عندي الشباب المصورين يعني رفق رفقاء درب ونفهم يعني فالمصور يقول لي يقول لي يقول لي أورنج عندنا كود عادي يعني نقوله أورنج يعني دير بالك دير بالك شوية بس قبل ما ندخل قال لي يرد عند دخلنا عند عند الدخلة والشباب دخلوا داخل قلت لها رد قال لي رد قلت لي يا الله رد دخلوا والشباب خلنا نمشي بس نزل الكاميرا نزلنا الكاميرا أول ما دخلنا في النص في موقف جميل كان جمنا وقد خلنا أنصوره فأنا طلعت الـ أصور الـ أشوف هناك في زي العجأة يعني ناس سياسين زحمة وصارخون لما وصلت لهم كان أخوي كانوا وحمد داخلين في عراق مع مجموعة من الشباب لما وصلت أنا أنا أسمع الأخوة اللي موجودين هناك الأفارقة وهم يطلقون اسم بلد عربي ما في داعي أقول اسمه لكن كانوا يقولون اسم بلد عربي آخر ظنا منهم أن هؤلاء نحن من من هذاك البلد طيب بعد ما يكرهوا هذا البلد كيف أن يكرهون هذا البلد نعم عندهم وجهة نظر هذه المجموعة فقط كانت عندها وجهة نظر اللي صار أنه بعد ما هدأت الأمور بإطلاقنا يعني كلمة أننا ترى نحن من الإمارات وإمارات إلى آخر يقلنا أكثر من طريق عشان يستوعبون بعد أن دخل طبعا أحد المرشدين اللي كانوا معنا وكذا لما خلصنا المسألة طلعنا أنا فضول يا خندل لماذا قلت اسم هذا البلد هذا البلد العربي ترى عزيز علينا أيضا ليش والسالفة قال لا لا ما في خلاص مدري أي شو كذا وبعدين قال بوم بوم قال كذا بوم بوم كانوا يفجروهم أنه كان في تفجير عندهم شخص من هذا البلد ما سمعنا صراحة بعدها بخمسة أيام لما رجعنا للبلاد الحمد لله الأخبار في الصحيفة تفجير جامعة في هذا البلد من شخص من هذا البلد اللي كان يذكرونه كانت هديسة من فئة معينة كانت من فئة معينة ضالة قامت بهذا الفعل فاللي قاعد يصير أن لما أنت تبني هذا الجسر غيرك ممكن قاعد يهده لكن أنت ما تتوقف عن بناء الجسر هذا جزء بصير أما المواقف الأخرى فهي تتعلق عن جهل يعني حتى في لما كنا في بلد مثل فيجي جميل جزيرة في المحيطة الهادي كنت أسأل للشباب أقولهم الأولاد الصغار اللي بينطوا من فوق الجسر ويسوي حركات وين تتوقع أنا من وين كينيز تخيل بالنسبة لهم أنا كينيز أو إزرايلي إزرايلي مالطا قال لك لبنيز وقال لي مالطا قال لي قال لي لبنان لبنيز بمالطا في ماتشوال بورد كثير مشترك صحة والله هذه حلقة مالطا سوات لي أزمة لأن أنا شفتها لأن اللي تابعوها كثير كانوا يلوموني لماذا تضحك فأنا أقول لهم أنتم شوفوا تاريخ الحلقة شوفوا أي محتوى قبل تاريخ الحلقة ما كان في المحتوى الصريح أنه الشخص طلع من الخليج راح إلى مالطا وتكلم عشان أنا لو شفت بقول عادي ما كان في أنا كنت منصد أنا ما يا في بالي أن أصلا مالطا أنت أصلا أنت طبيعي بالبرنامج لا لا أنا في هذه الحلقة كنت جنيت جنيت باسل لأنه كأنه واحد يعني ما تعرف أنه أساسا يعرف شي عن العرب ولا الإسلام ولا وفجأة يقول لك التريء التريء ويقنعك أنها لغتها أقول لك التريء يعني طريق يعني لغتي هذا شو الأحمر الأحمر حالك كيف أنتو تتكلمهم في مالطا فأنا قلت يا أخي أنا أتكلم مالطي في الحالة هذه يعني أقدر أكتب في السيفي أنا أكتب أنا أتكلم مالطي كم لغة تحكي صحيح والله لا لا كم لغة أعرف يعني كم لغة أعرف لكن كم لغة أحكي اللي هي اللغة العربية ولغة الإنجليزية لكني نعم يعني يمكن واحد يقول لك لا أعري يعني تقدر تخلص حالك أخذ وعطي شوية بالألماني شوية بالفرنسي شوية أنا مشي حالي شوية روسي بس مش يعني اللغة اللي أنا يعني أقدر أقول لغة الشارع لكن أقدر أمشي حالي حتى لغات أخرى يعني غريبة شوية نفس الموجودة في المحيطة طيب اليوم أنت صرت تقريبا هلأ عم تحضر للموسم العاشر صح ما أعلنت بس أوكي تمام طيب أنا آسف يلا مفاجأ مفاجأ قال هلأ أعلنت يعني اليوم فيك أنت وصلت لهذا النجاح أنك أنت صار بإمكانك أنك تخترع أي برنامج أنت ببالك تدق أي قناة تلفزيونية أنك تدخل عليها لنصار عندك سيفي قديمة علي أخذ منك جهد أخذ منك عشر سنوات من العمل ما نقول للعالم الذي يريد أن تبدأ اليوم يرونك الآن علي الناجح الذي يسافر حول العالم الذي يعمل عشر سيزن يعمل عليهم أخبرني عن أول ما بدأت وضربت هذه الكهرباء براسك وقررت أنك تعمل دروب ما هي المصاعب التي واجهتها وليس أخبرني أن أحاول أن تذكر عن جد أن أعطينا المصاعب التي واجهتها لا تخبرني أنه كانت أوه أوكي وكذا وصار معي ودخلت بي وضبط أول سيزن أتوقع أول سيزن كان أصعب سيزن عندك صح؟ نعم أنت ترى أنت وشالله عندكم عيون جميلة جدا تبارك الرحمن بسم الله ومشاهل ومشاهل وليما قاعدين وياي ترى عندهم طاقة حلوة خليل أعطيك تسلام بدي العالم تعرف بس تدري دروب دروب إذا تاخذها كمعيار ليس نفس بدايتي لأنه أنا بدايتي ما كانت في دروب يعني كانت في شيء اسمه أسك علي وطبعا أنا أول ما أجيت على دبي أسك علي بالبطار أيوة بالضبط 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 شوف أنا والله يعني دائما أقول أن أو أنا مؤمن بشي واحد أنه الإنسان جزء كثير من حياته هو مخير بقراراته بس كمان ما يمنع أنه يتسير بأمر من الله سبحانه وتعالى ولكن أنت كيف علاقتك بينك وبين يعني الله سبحانه وتعالى هذه تعتمد على أنت عندك هدف عندك رسالة عندك طموح معين تريد أن توصل بالنسبة لي في ذلك الوقت أنا كان عندي ألم فأول قانون عندي في الحياة الطموح والمعالجة وتطوير وتحسين وتعديل مسار حياتك أو انغمارك في مغامرة جميلة على قدر الألم فمن يتألم الآن في حياته ويكون صادق مع ألمه أنه متألم لسبب حقيقي مبادئ قيم فكرة يريد أن يحققها صعوبة حياة صعوبة فقدان أب فقدان أم فقدان عزيز شح من المال من الموارد أنت محظوظ أنت محظوظ جدا لأنه عندك ألم حقيقي لازم يكون عندك ألم لا تنزل لازم ألم بدون ألم أنت عايشة بخير وكل تقول الأمور طيبة وكل شيء تمام وكل شيء تماما لأنه حتى الناجح لماذا يكون ناجح؟ لماذا ناجح؟ لماذا ناجح؟ ولكن علي 100% من البشر الآن صار عندهم هذا الألم تخيل أن 42% بوقت كورونا أو ما بعد كورونا بشوية 42% من الأمريكان صار عندهم أكتئاب صار عندهم بأيام زمان ولم يكن هناك أي نوع من الاكتئاب ما تقول للشباب الذين يحبون يبدأوا مشروع يبدأوا فيلم يبدأوا برنامج تلفزيوني يبدأ فكرة من عقل حلو حلو السؤال جميل أنا صراحة أنا صراحة أسك عليها أنا 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 أعطيني أفلاطونيات لا لا أبدا أريد علي عن جد أبدا أبدا لأنه أنت أخذ ستوربا قويل لو صلت أنا ما سويت دروب لأنه كان في توجه ولا سويت دروب لأنه كانت في فكرة صراحة لا يزعلون مني الناس اللي يقولون لازم أنت تكون حاط خطة لا صراحة لا كان في خطة ولا هم يحزنون كل ما في الأمر باب الله يرحمه مات توفر الله يرحمه لماذا؟ دخلت اكتئاب أنا سنتين ضعت من 2009 2010 أرجع لتاريخ الجرائد والصحف وتلاقي ما كان لي أي دور هذا قبل دروب صح؟ هذا بالضبط قبل دروب نعم ورحت زرت يعني بيتنا وخرجت كنت عند أمي لكي أقول لها أنا رجعت وسامحيني أنا كنت مبتعد يعني فعطتني هذا الصندوق الصندوق اللي أنا مرة قلت قصته أنه يعني في داخل هذا صندوق في ذكرياتي أنا مع أبوي الله يرحمه فأنا أطلع الصور وأطلع كثير من سافر معاك سافر معاك هو اللي ألهمك نعم هو اللي طلعت أول صورة أشوف مكتوب هذه عائلة كذا في بولندا كانت وأنا عشت عندهم في زمن كذا أول اسم الجدة يعني فلانا وإذا قدرت تزورها سلموا عليها تقدر تزورها حسيت عندك رسالة كأنه في زي البوش يعني أنه لازم تروح هناك برفع مرة ثانية على صورة ثانية وأنا كان في اليابان علي بهذا الوقت شو كنت تعمل أنا أنا كنت بدأت بدأت سنتين من أسك علي كنت بأسك علي هون طبعا كنت في أسك علي يعني الموقع الإلكتروني جورناليست ومرشد سياحي وجورناليست وكذا يعني ومكتبي الخاص وبروحي يعني بعدين فتحت زي الورقة وعندي وأنا حطناها في كتابي القادم إذا الله كتب إن شاء الله أول مرة والله أعلن عنه أنه يكون عندي يعني كيف بدأت القصة كلها أنا عندي وصية بابا لي لما كان يقول لي عن كيف كان ما يقابل الشخص الفرنسي بابا كان يتكلم فرنسي ويعرف ألماني وكان يتكلم إنجليزي ولغة العربية طبعا وكان عنده لغات فكان عنده قدرة هائلة على الكمنيكيشن مع الآخرين فلما شفت إن حاط الآية على طول رفعت السماعة وجه تحية لدكتور عبدالله الشويخ أحد أعزي الأصدقاء ورفقاء الدرب قلت له بنسافر قلت تدور لي يحد يكون مصور إذا تقدر قال لي شوفي قلت له يا خبار روح البوسنة كانت هذه أول رحلة البوسنة أول محتوى ينزل عن هذا البلد في ذاك الوقت ما كان في حد لسا لكان في دروب ولا كان في ميديا ولا كان في شيء ولا شيء يعني هذا من عندك أنت من عقلك بضبط وصلت ركبنا الطيارة هو جنبي وأنا أقول يا أخي أنا أحس أنه عندي درب قادم أنا كذي أقول قال لي ما عندك قلت لأ أنت عبدالله أنت كاتب حظيم يعني أنت رائع يا أخي وأنت عندك تجربة في هذا البلد سابقا كما أذكر يعني يا أخي أعطني مقدمة حلوة تصف الشعور أنه واحد يرجع يحيي سرايفه من جديد لأنه لم يكن في محتوى نهائيا لكن هو أشار علي وقال لي عندنا أول يوم نوصل خلنا نشوف البلد وهذا بعدين نحن رحنا في الشتاء وأنا قلت أقرأ قصة عن واحد سيغني يعني جبسي يعني غجري غجري دخل له هو مسلم وعنده ما شاء الله يعني صوت جميل فقلت بأسوي قصة عنه أنا بس كذا قلت لنفسي ليش لأن والدي يا الله يرحمه كتب في مذكراته أن أحد أجمل الأصوات الجارحة للقلوب إذا أردت أن تسمعها تسمع لغة وصوت وأنت لا تفهمه ولكن يلامس قلبك اسمع صوت الغجري هذه جملة لا أنساها مكتوبة فقلت بسوي قصة الغجري اللي في البوسنة فقط لما أنجزت اللقاء يعني ما كان عندك رؤية لأنك كاميرا وحدة صحبة يعني شايف علي اليوم أنت بتقابل الأشخاص الآن بوقتنا الحالي دائما بدوا هذه البداية لا 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 أصدقى عن الأشخاص اللي حابين يعملوا مشروع يفكروا بإميديت اللي بهذه اللحظة يفكروا بدون يعملوا دروب عشرة الآن بدون يطلع على أحسن تلفزيون بالعالم بدون يطلع على نتفليكس وشاهد بدون يكون هو يعني خلص ياخد جائزة من أول حلقة ما تقول له هذا العالم فاسل هناك نوعين من البشر هؤلاء بعد هناك ناس اللي هما يعني يعني فيه هدف فيه رسالة في حد قاعد ينادي أنا ما أريد أني أوصل الموضوع يوصل وهايد ديب وندخل فيه بس أنا حتى ما رد أني أبالغ بس أنا والله ما عندي شي غير أقول أنه كان النداء كان فيه نداء فيه صوت يقول لي سو كذا لماذا أفعل ما أنا كنت أموري طيبة وقاعد أسوي أسك علي وكتبي لكن كان فيه نداء يقول لي سو والدليل أنه مشى مشى موسم وراء موسم نداء نداء يقول لي كمل كمل فلما وصلت أي واحد أقول لا أقول شو الألم اللي عندك أنا كان عندي ألم الألم أنه كانت الطريقة الوحيدة أنا يعني أبو يتوفى أمره ثماني وخمسين سنة كان صغير وأنا ما عشت معه بابا ما شاف ولا شي ما شاف أسك علي ولا شاف نجاح ولا شي من اللي أنا قدمته فكانت طريقة الوحيدة حتى أقول لنفسي أنا ابن أنا ابن وحيد في الأسرة ولازم أن أحافظ على نفسي وعلى سمعة والدي وعلى اسم والدي وعلى تربيته لي وكذا فمن الآن وصاعد لكل شيء سأفعله هو من أجلك يا والدي من أجل رفع اسم العائلة فهذا كان البربس ما لي ولا كان في موضوع جوائز ولا يهمني أكبر جائزة اليوم أن أنا أحظى بهذه الفرصة أنك أنت اليوم تعرفني وتجيبني ليس شرط أن يكون عندي في العالم يكفي أنك أنت تشوفني كإنسان قد ممكن أني أقدم كلمة طيبة للآخرين آباء ومهات يشوفوني قدوة لأبنائهم ومسؤولية كبيرة أني أكون أنا أصلاً خير أب لأبنائي هذا أكبر شيء أنا أستطيع أن أقول أن أنا أكبر أور أما الجوائز نعرف بثل الترباح كلها مجاملات يعني لا يوجد شيء يسمع عليهم بالعافية يفوزوا وفزنا عملت الحلقة خلصت الحلقة خلصت زبطت ماذا حدث عندك بعدين رجعت على الإمارات عبد الله قال لي أين طلعت هذا كيف تتكلم هنا لسا لم تطلع دروب لا بعد لسا عندك درب ما يوجد عندي درب بعدين هو عبد الله يزار الله خير أتحمس يعني كان هناك قصة بعد هناك ما رأيك قلت له يلا حسنا بعدين أنا راجع يعني طبعاً الحلقة الثالثة أنا سويت يمكن خمسة عشر حلقة ألا حسابك الخاص كان إلا حسابي أنا عمري أنا أنا بروحي أصرف على البرنامج ثم أبيعه وثم أسترجع يعني باللي أقدر عليه وكذا وخسران أول ثلاثة أربعة مواسم يعتبر خسارة لكن تبني بران تبني اسم إلى أن تفهم اللعبة صح وتفهم الصح وبعدها سبحان الله ربك يعني والقنوات تبارك الرحمن يعني شوف الجميل القنوات في زمن تغير الآن لكن من يقول أنه والله ما في مثلا تقدير إلى غير صحيح القنوات تدعم لكن المنافسة عالية وفيه ما شاء الله ناس عندهم موايد محتوى والآن عندك السوشال ميديا قاعد ينافس بشكل كبير لكن لازلت أقول بأن والدتي تتابع التلفزيون لا تتابع يأتي للسات ومتابع التلفزيون هناك كثير يتابعون وطلع البرنامج بمعنى أنه سويت البراند وطبعا دائما أنا أذكر أخي سيفون فاضل الملحن العظيم جدا يعني وأنا سميه روح دروب يعني اللحن العبقري اللي كان موجود أنا كنت أعزف اللحن الناي وهو كان الذي يضع لمسات الأغنية الكلمات وكذا فاللحن مع الصوت قبول نعمل من الله سبحانه وتعالى مع الرسالة مع وجود قناة تعرض ذلك في وقت مهم بذل رمضان طبيعي جدا إنه يمشي في عوامل عوامل هل أنا لو كنت على السوشيال ميديا الآن أقول لك نعم الآن إذا أنت تريد تتسوي شيء حدد لأن صدقني المحتوى المحتوى اللي أنت تصنعه من أجل الإنستغرام أو الفيسبوك أو تويتر أو يوتيوب لو أنت جبت مقطع من مقطع تلفزيوني أنت سويته ما رح يسمع مثل ما نقول يسمع كثر لما أنت تسوي شيء خاص الإنستغرام والدليل موجود في حسابي أسك علي أوفشل بتلاقي إيش بتلاقي أنه المقطع اللي طلع من دروب أحطه يدخل سبعين ألف ستين ألف عادي مثلا أو لايك أو غيرها دعني أعمل موازين حياة اللي هي المقاطع اللي هي التحفيزية التشجيعية الخاصة الخاصة لي إنستغرام أربعمائة ألف ثلاثمائة ألف تمامه غريب ليش لأن الطريقة الجمهور فهذا كنا كيف نتكلم معك غير لما تكلم مع واحد أوزبكي أو واحد السوش الميديا اللي صاير هلأ بالقوين الأخيرة صاير سريع يعني المادة بدأت تكون سريعة هي طبعا ما في صباح النجاح النجاح رهيب لأنه عنده ثلاثين ستين تسعين ثانية فقط طبعا فالعالم ستعم تأخذ المعلومة بسرعة والمعلومة صار تصرف ثلاثين صار حSet كيف كيف نحن 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 انصر التشويق سيأتي وقت وقت مثير كثير من الشباب المجتهدين أولاين يقدموا محتوى السؤال أنه سيدوم هذا المحتوى أم هو مثل الفرقعة في البداية يعني اليوم أنت تقدر تشوف مشهد جميل مثير أنا قفست من البنجي جامب في 140 متر وواجهت هذا الخوف لما كنت في نيو زيلاند عند أول مكان نزلت في هذه اللعبة أو الرياضة مشاهدات هذا المشهد في وقتها التردد كان عالي جدا بس من يريد أن يتعلم عن قبائل الماوري اللي في نيو زيلاند لا أريد أن يشوف الحلقة فتلاقي أن هؤلاء هم الفئة المستهدفة التي تبحث عن هذا السرد صحيح فأنت لازم طبعاً هذا مع ذكاء الإعداد أنك أنت تعد شيء تشويقي بعدين تحط مادة علمية ثقافية تثقيفية حقيقية ترفيهية وأنت تضع لذلك التلفزيون ينفع اليوتيوب موضوع آخر إذا حطيت مادة تشويقية تشويقية إثارة مشهد قرش بيهجم ما تقدر تحط في القرش يهجم وتقول وفي هذه الحالة تمسك فكه وطلع لا تقدر أن تسوي هذا كيف لا تقدر لكن أنت ممكن تعمل أنك أنت تخاطب الكاميرا ثم تدخل جرافيك صح؟ فيدعم المحتوى لدخوله الترفيهي التثقيفي لكن ما راح يحصد على نفس سرعة النشر لو كان القرش يهاجم عليك تماماً مثل لما كنت في إندونيسيا لما قالوا لنا القبيلة نحن ضربنا سنامي هذا يحدى المواقف يعني ضربنا سنامي واضطرينا نغير وجهتنا من قبيلة كنا بنروحها إلى قبيلة أخرى قاعدنا عند المنتواي لقيتنا نفسنا مضطرين نجلس في هذا المكان لا نقدر نتحرك فقالوا لنا أنتم حول عند الشمان اللي هو الزعيم لما رحنا قالنا يا تاكل أكلنا يا تطلع بره قالها في الكاميرا هذا ما كان مزح ما كان مزح حتى أنا أقضت من باب نوعها فكننا نازم نأكل الدودة دودة الشجرة هذه الداخل هنا تعطي فروتين مشاركة في فروتين أيو فأول ما شلنا الراس وأحطها في ثمي عشان أكلها هذا المشهد لا زلت أذكر كيف سمع لدرجة أنا مليت من كثر ما هم يقولون للناس وطرشون وأقول شو هذا ثلاث تالاف مسج عندي على انستجرام على نفس على نفس المشهد لأنك أكل دودة بس لأنني أكلت دودة أكل دودة لكن من اليوم يتابع الحلقة تعلم تماما بأن الحلقة فيها شيء أشياء لأول مرة بل إحنا قمنا وهذا اللي حصلنا فيه نوع من التقدير أيضا أننا نحنا سجلنا عمل موسيقي أغنية بلسان أهل المنطقة ما سجلت في تاريخ أهل المنتواي ولما رجعتنا أخذت الصوت وقمت بوضع معاها الأدوات الموسيقية الخاصة ببلدهم ووثقت أنها كان أغنية لقبال المنتواي جميلة 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 جدا فهذه أنا أعتبرها أرث يدرس في الجامعات كثير من الجامعات التي اليوم تستخدم دروب على سبيل المثال في العلوم الإنسان بالإضافة إلى الثقافي كان دائما يعني ينظرونها بالطريقة أنه شيء إيجابي لهم ماذا في العالم هلأ صاير بده نجاح سريع أنت اليوم هلأ بعد عشر سنوات من دروب أخذ معاك وقت أربعة خمسة سنوات لقد قلت بدأت تنضج في دروب عشر سنوات عمر حبيبي هذا ليس رقم صغير أبداً بالحياة ما تقول للعالم اليوم الذي أريد تعمل شيء مثل دروب ولكن يريد يعمل 2 مليون مرحلة في أول حلقة وإذا لم تأتي أول حلقة 10.020.000 مرحلة يصيب مرحلة ويقول أنا أريد أنا أريد شيء منيح خوف خوف أنه يمكن معيار النجاح عنده ومعيار النجاح ومشاهدات وفكرة وإلا صدق أنا هذا السؤال ويتردد علي يليتني من الناس الذين لديهم عصا صحرية حتى أساعد هؤلاء الناس لكن كل الذي أستطر أقول إذا أنت ترى الشخص الذي يتحد الآن أنه ناجح في نظرك أنت وأن ترى أنه ترى أنت نظرك بسيطة كانت العظيم التي كانت موجودة اليوم سبب 20-30 مليون شي بسيط في كل سنة تقريبا يعني معدل خلا نقول أن لأن أنت عندك برنامج وبنيت براند لكن لما أنت تبدأ عن السؤال أنت لماذا تريد المليون لفو يعني أنت لماذا تريد المليون لفو صدق جدا بسيط هذا الذي نقول إذا تريد المليون تستطيع تشتريه وراء انتهى الموضوع لكن أنت لازم تقول لنفسك أنا هل يهمني أني أقف أمام جمهور يوم الأيام ويحترمني ليس لمشاهداتي يحترمني لأنني فعلا حركت شي في قلبه طيب هل أنت قدمت شي الآن يحرك قلب الآخرين عقل الآخرين طيب يأتيك واحد صدقني إذا غيرت الفكرة في بالك أن شخص واحد تأثر إيجابيا فأنت ترضي غرورك ليس ضرور أن يكون في مليون فإذن هي فكرة نفس موضوع لما أنا أكون إنسان أقدم على أريد أفعل شي بس شي قاعد يوقفني وهو الموضوع الخوف هذا يرجعني ورا كل شوية يرجعني ورا فأنت أي مشكلة طول حياتي ك هذا على فكرة هذا الذي أنا أقتات منها قوة يومي هو من خلال الحديث التحدث ليس البرامج وغير وكذا فأذكر دائما كنت يعني اللي تعلمت في حياتي من كثير من المنتر وغيرة أن تحول الخوف إلى حماس حول الخوف إلى حماس إذا أنا خايف يعرق الأباط تبدأ عند الأذن تبدأ قلبك يدق بشكل نفس الشعور ما تكون متحمس إذن نغير الفكرة من الخوف إلى الحماس أنا الآن متحمس وأنا الآن يعني حماسي وسأقدم على شيء إيجابي طيب الآن سؤال أنت لما تروح تسوي المحتوى هل وضعت قلبك مئة بالمئة هل المحتوى اللي أنت حطيته كان فعلا محتوى أنت تعبان عليه وشغل هل أخذ في رأي الآخرين طيب ممتاز هل تؤمن بأن الأرزاق للبشر مختلفة النسب وصلنا عند أنا أعطيتك أول شيء سويت محتوى زين اشتغلت عليه منيح تعبت كثير قبول الجميع تختلف مشاهدات حتى مثل الأرزاق نعم أيو ولذلك المشاهدات فكرة في بالي منذ أن بدأت رزق من الله إذا الله أعطاك الألف فعلم أن هذا خير لك من المئة ألف فقد يكون تسعين ألف قاعدين يدعون عليك ويشهدوا عليك للرزاق الكثير أنا حتى أم سوينها كموازين حياة مقطع من سنين كتبت وقلت أن أنا ما أرجع وقول والله العظيم ولا يهزني شيء واحد إذا عندي 200 أو 300 لماذا لأن الفكرة الفكرة التي في بالي هي فكرة شف يمكن نتكلم عن صناف البشر قلنا موضوع أنهم أخواني وآخر نقطة لي نقطة أن ما هي فكرتهم عن الحياة خلاص هذا أنا كذا عندي التصنيف فكرة الإنسان الفكرة قوة القوة سلاح ذو حدين كيف تستخدم أنت تلك الفكرة الفكرة الآيدولوجية ممكن أن تغيي آيدولوجية إنسان أنه إذا أراد أن يظهر كرمة للآخر أن يأتي بشاه ويحمسها على النار ويقطع البطن ويطلع الأحشاء ويعطيك إياها هذه فكرة وإن تقدر تتقبلها أنت بسهولة لدينا ناس الآن لا تتقبل الذبح العادي للشاف العيد فما بالك أنت بشيء مثل هذا ويأكل أمعاء ويعطيك أمعاء ويأكل القلب ويأكل الكبد وغيرها هذه فكرة وما في شيء عينين وخشم وإذنين لكن فكرة داخله الطبيعي أنه يفعل هذا الشيء فنفس الشيء أنت الآن عندك ثق تماما انظر إلى حسابك بهذه الطريقة وأؤمن آمن بأن شكلك لازم يكون لقبول أمام الآخرين محتواك لازم يكون فعلا يلامس الآخرين وتعبك لازم يكون جهد فيه كثير لكن بعد لازم تقول ولكن رزق من الله قد يكون أن الله لا يريد لهذا الشيء يعني الحظ لا بدور الموضوع سألعب دور المشاهدين أو بعض المشاهدين كيف أريد أن أؤمن كيف أريد أن أؤمن كيف أريد أن أظهر على حالي إذا لا أحب حالي لا أشعر أنني أفعل شيء الذي أريد وفي ضغوطات علي أشعر شيء غريب يمنعني من أن أفعل شيء الذي أريد ولماذا أستمر وقف برأيك ليس كلمة توقف العقبات وجدت في الحياة كي تثبت لنا مدى إصرارنا على تخطيها العقبات توجد في الحياة من أجل ماذا مش عشان أشوفها وقف وروح من أجل أن أكسرها أو أتخطاها وذهب إلى ما بعد ذلك صح؟ إن كسرتها فتحمل المسؤولية هذول اللي هم يطيحون في ماذا في تشويه أنفسهم أمام الآخرين أنت تشوف واحد تافه جدا لكن لقد يصر أنه يكمل ليش؟ لأنه كسر العقبة العقبة هي مرسول وجند من الله سبحانه وتعالى أرادت أن تجعلك أن تذهب إلى طريق آخر ولكنك أنت كسرته أنت خطيته تخطيته أثبت لنفسك أنك أنت فعلا قدل التخطي للعقبة وتكمل الآن وتتحمل المسؤولية أن تكون على صاحب مبادئ وتكون إنسان صاحب قيم فهو أن يكمل يكمل كل إنسان مننا قابل الآخرين وعاش معاهم وسافر ليش نسوي هذا؟ تذهب إلى أي قناة وقلهم ما الذي استفاده على جوائز العالم أو لملايين العالم وهذا فعل عكسي يعني صار هناك في الناس التي تكون عندها مشاهدات عالية أو وصلت إلى ريت عالي بعدين هلأ صارت بنزول في كثير ناس لأنه إيبان إيبان ما يصح إلا الصحيح في النهاية تمام؟ اليوم نحن كثير مننا يدخل اليوتيوب يتابع إلى حلقات علماء وخبراء عرب رائعين من جمهورية مصر ومن الدول العربية وكذا في ذاك الزمان كان ممكن ينتقدون محتوهم اليوم فالد نحن ندخل اليوم نشوفهم ماذا تريد؟ سوف ترحل من هذه الدنيا آجلاً أم آجلاً؟ عمر الإنسان الافتراضي لا يتعدى ستين سبعين ثمانين سنة الله يتصح والعافية للجميع وبترحل ولا أحد بيذكرك المحتوى الآن وضع تخليداً لك أحرص على أن هذه الصفحة الجميلة تذكر وعلى فكرة أحياناً بعض الأرزاق لا تكون في حياتك نحن ندخل التاريخ الإلكتروني على فكرة طبعاً تاريخ الإلكتروني جميلة جميلة التاريخ الإلكتروني فأحسن أحسن استخدام ذلك لأن الرزق قد لا يأتي أحرص عليه فهي مسألة قناعات حتى الإبداع الجميل يحتاج إلى دراية لأنك تحتاج أن تبقي على القيم والمبادئ وأن تقتنع هذا الزناف هذا مش مجموعة لأنني لا عندي طموح أنا مكتفي بهذه الطريقة الآن علي أن أحافظ على هذا الأرض الذي عندي لا أذهب لما أرى قليلاً دعني أفعل أثارة لكي أرجع مرة أخرى أنا بصراحة ليس معك بهذا الشكل مصر هل هناك شيء يسمى القناعة كنزه لا يفنى اليوم إذا أنا أريد أن أخذ هذا المثال وعمل عليه يجوز ظل مثل ما أنا أني أنا الحمد لله رب العالمين أموري بخير عندي بيتي سيارتي تفرق عن الطموح باسل ولكن الطموح لا الطموح ليس قناعة لكن ليس كل الناس لدي طموح نحن اليوم علي حلو أن أنت يكون عندك فلوس حلو أن يكون عندك بيزنس حلو أن يكون عندك أنا الحين عشان أكون مقتنع أنا أنا إنسان قنوع لكن أنا ليس مبدع في رأيك مثلا طبعا طيب أنا لكن أنا مقتنع ما مقصود بالمقتنع لم أفهمني عفوا مقتنع بمبادئك وقيمك ليس ليس مقتنع بما في وين وصلت يعني عفوا اليوم عندنا أخوان وأخوات نعرفهم وعايشين معنا وكان في يوم الأيام يصلون معي ونصلي مع بعض اليوم يهاجم الصلاة غير أفكار يهاجم أعطي مثال يعني أنا قاعد أعطي مثال يعني على قد يعني يعني أنا أدخل المسجد هذا الشخص يصلي معي اليوم هو يقول يا أخي الصلاة يعني هذا اللي أقصده قناعته في مبادئ أو قيمة قد تغيرت لماذا لأنه وجد لما يدخل على الإنترنت ويقول عن الصلاة لا يوجد مشاهدات مثل لما يذهب يأخذ بث ويأخذ يضارب مع شخص آخر وما أعطي يأخذ يشرب حاجة وما أعطي يستهبل فلقى أن الموضوع هذا أفضل لماذا الفكرة التي دخلت في باله غيرت في تكوينه لذلك القناعة ثم القناعة ثم القناعة اقتنع برسالتك اقتنع لماذا خلقت هذا حلقة هذا هذا حلقة 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 الإنسان المحظوظ فقط فقط أنت لماذا أصلا وجد وما تفعل والله العظيم مرة من المرات كنت في ألمانيا فتعرفت على شخص يعمل البيئة دي تبعه فعم يدرس حياة دودة تخيل يعني حياته كل الآن بالبيئة لا يحاول حياة نوع من الدود فقط جميل تخصص 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 لا تشعر حلقة إنه مملة أنا بالنسبة هذا البيئة أنا في عندي بي اتش دي بدي أقدمها وأنا بدي يروح لهذا المكان فتخيل أنت نعم يدرس حياة دودة في كثير عالم تشوف إنه هذا الشي شو إنه حياة دودة أنت روح شوف شوف مصير بالدنيا ولكن من أمثال هذا الأشخاص نحن يصير عنا علوم بالنهاية عندك أنت تشتغل عليه صح ستقدم للمجتمع جميل كرس المسيحي قابلت الهندوسي قابلت البودي بالكرة الأرضية تقريباً تنشي أربعة آلاف وشوي دين يعني أنا متفكر إنه في عشر أو خمسطاش دين لا في آلاف من الأديان حول الكرة أو مثلاً أنت قلت هذه الكلمة باصر صح يعني أنا معاكم جداً يعني أبن يعني مزين ستوديو عربي أو كاست عربي شوف أنا ما عندي مشكلة أني أقول عفواً مش دين شو يعني شو أزاق مش دين مفاهيم يعني ممكن يكون إيمان معين طبعاً بس شوف لا أنا شو اللي أقصد اللي أقول لك أنه أنا مش محت تسأل سؤال في يعني امتداداً لهذا أنه أنت ما بتكرهني ولا بتزعل مني حتى لو كنت شو كان دينك بس أنا بقلك يعني أنه أنا بؤمن بوحدانية الله سبحان وتعالى بعقيدة واحدة ويشاركني في هذا الفكر اليهودي والمسيحي وجزء مننا طبعاً الكاثوليكي وغيراً وغيراً والفروع البسيطة التي تأتي سكترز معاً ولكن ولكن أنت تؤمن بأن هذه الشجرة هي ربك وهناك ناسا نقابلتهم يؤمنون بأن الأرض الفلكانو البركان هي أرواح أجدادهم وهي التي تسير تمام بس أنا أقول لأ أقول لأ دينك لا أقول لأ لا أعطي بردين أنت قصدك عندك إيمان معتقد نفس البوذي نفس الهندوسي جميل عقيدة أنا أقدر ذلك أنا ما عندي مشكلة فيه لكن أنا مش مطلوب مني عشان أنت تقتنع فيني أن أنا زين ولا مش زين أقول لك أن أنا مؤمن في التي تقول لا أنا مش مطلوب مني بلعكس ترفض أي شيء غير ديانات سماوية ولا حتى يعني ما أبين أنه وفي أي شيء سلبي بالعكس أنا أخذ وأعطي معاه أنا هذا لي ليس فهمنا الحين في المجتمع المجتمعات العربية التي نعيشها أنه فهمين موضوع التآخي وتسامح قليلا يمكن غلط يعني أنا طول حياتي في برنامج دروب كنت أنا أقول للشخص اللي معي أدخل معه الكنيسة والسينغونج المعبد وكل شي لكن آخر شي أنا أقول لا إله الله محمد الرسول الله ونحن نؤمن بكذا وكذا عادي عادي ولا أنت شخص يعني أنت شخص عم تفوت عم تشوف الأديان أنا قاعد أشوف يعني أنت أثرت عليه هون ولكن لأني لأني كنت أريد أن أسمع وأرى منهم لا أن أسمع عنهم ما أثروا فيك أنت أثرت فيهم أتمنى ذلك أتمنى أثرت بهذا يعني هذا دخلت هذا اللي يقولون عننا في موضوع عندنا دائما يقولون اللي يلوموني في البرامج لماذا لا تظهر عنك أنت دخلت فلان إسلام يا أخي هذا مش شغلنا نحن نحطه في التلفزيون خلى هذا يا أخي هذا شيء صارت مع عندك كثير في الكومنس كثير صارت والله أنا اللي اكتشفته أن ما نحن إلا أدوات لترسيخ الوصية الله سبحانه وتعالى يقول لي تعارفوا هذه وصية من الله أنا جعلتكم شعوب وقبال يعني الله قاعد يقر أنه نحن مختلفين تمام الله قاعد يقول أنا مش محتاج حد حين يقول لي يا جبوعة ترى نحن ناس من أعراق يا خلاص مقيول أننا نحن أصلا شعوب مختلفة وراح نكون مختلفين فاللي حارب هذه الفكرة أقول لي يا أخي من الله يا مسلم يا عربي نحن قبائل وشعوب مختلف الله قال كذا ولكن وصّلنا على شيء أن نتعارف أن نعرف ونتعارف مع بعض ليش لأن هناك رسالة ما هي الرسالة في مفهومي أنا المتوافئ هو توحيد الله سبحانه وتعالى بأننا كنا كأخوان وأخوات لنا نفس الأب والأم آدم وحوة وأن الله سبحانه وتعالى خالقنا الله يحفظك كانت حلقة شكرا لألك الله يحفظك شكرا لك الشيء اللي لمسته فيك اليوم أنه أنت مثل ما أنت على التلفزيون بشخصيتك الحقيقية حبيب أنت لا تتمثل أبدا أنت كل الوقت هذا الشخص السعيد المبسوط الذي يحب العالم الذي يدور العالم سوف يحاول دائما أنه يتعلم شغلات جديدة الله يحفظ ما شاء الله حولك أنا توقعت مثلاً أنه اليوم أنت في عندك شخص على التلفزيون وتأتي مثلاً تكون عندك شخص ثاني ولكن لمست في الشخص الذي يرى على التلفزيون يرى أدامي شخص جداً مهمة لازم كل إنسان يعرف أنه لا تحتاج أنك تمثل كن أنت لا تحتاج أنك أنت تمثل أحيانا ممكن أحد يعطيك طريقة معينة أنك أنت كيف تقف كيف كذا كذا كيف تقف للصوت لكن شخصيتك انتبه لأن أنت لا تطلع برا هذا نرجع ونقول نفس الموضوع هل أنت داخلنا من أجل شهرة ولا شيء قاعد يسحب مجالين صعب جداً أنك أنت تختارهم بالغصب السياحة والضيافة لأنك لازم تكون إنسان محب لخدمة الناس فهي اللي تختار لأن لا يستطيع يدون فيها المجال الآخر ترى الإعلام لأن لا تستطيع أن تشتري القبول لو ما سويته لا أن تقبل لا أن لا تقبل انتهى الموضوع وفي ناس يفرض وأنفسهم على الكاميرا مهما فعل مهما فعل خلاص ما في ما في قبول والقبول بعد حدين حد قبول في السيئ وحد قبول في الجيد يعني أنت ممكن تشوف إنسان لا قبول بس قاعد يقدم لك محتوى سيئ جداً شوف وممكن أنك تكون عندك قبول بس تقدم محتوى طيب فإذا احذر هاي النقطتين جداً مهمات إنه يقبلك هذا المجال ترى قاعد يلعب على رأسك يقول لك آه ترى أنت شوف يحبونك شوف عندك وائد ناس يتابعونك بس هل المحتوى جيد فهذا ببان لم يقابلونك في الحياة عندك لباقة تستطيع أن تتكلم هل أنت فعلاً تستحق هذه الشهرة بسبب عقلك ولا بسبب تصرفاتك وحماقة الأعمال تقدمها أنت بنفسك ستعرف من تكون والله يوفق الجميع إن شاء أتسان علي عن جد كانت حلق أبدا 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 أبدا